مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة ارتفاع واضح على درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة وبحيث تكون الطقس حار إلى شديد الحرارة مهارا لكن بيكون معتدل إلى لطيف ليلا مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوية حارة وجافة تؤثر على المملكة خلال أيام القليلة القادمة وبالتالي يكون الجو حار إلى شديد الحرارة في معظم مناطق المملكة وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أدفأ من المعتاد أجواء لطيفة درجات الحرارة الصغرى أعلى من المعدل والصغرى المتوقعة 19 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يطرأ يومي الأحد والاثنين ارتفاع تدريجي وواضح على درجات الحرارة الأجواء يوم الأحد حارة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها على الأقل ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية العظم المتوقعة بحدود 34-35 والصغرى المتوقعة 24 درجة مئوية يوم الأثنين ارتفاع آخر واضح على درجات الحرارة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة يعني يوم الأثنين بتكون في عمام بحدود 38-39 أعلى من المعدل بحوالي 8 إلى 10 درجات مئوية والصغرى بحدود 22 درجة مئوية يوم الثلاثة إن شاء الله انقفاض واضح على درجات الحرارة لكن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة وبتكون الأجواء حارة نسبيا تقريبا والعظم المتوقعة بحدود 33 درجة مئوية والصغرى بحدود 21 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة نبدأ في المناطق الشمالية إربد العظمى 36 والصغرى 24 عجرون 35 إلى 23 جرش 37 إلى 25 والمفرق 36 إلى 23 أجواء حارة في معظم مناطق المملكة والمنطقة الوسطى البلقة 35 إلى 24 ومأدبة 35 إلى 23 عمان 34 إلى 24 البحر الميت أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 43 إلى 29 والزرقاء 37 إلى 24 درجة مئوية المنطقة الجنوبية أيضا أجواء حارة الكرق 35 إلى 21 الطفيل 32 إلى 22 الشراح 32 إلى 21 ومعان 35 إلى 22 وخليج العقبة أجواء شديدة الحرارة 41 إلى 24 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية أجواء حارة الأزرق 38 إلى 25 الصفاوي 37 إلى 24 وأرويشد 36 إلى 22 درجة مئوية أما التوصيات والتنبيهات إذا هذه الأحوال الجوية المتوقعة فأول شيء ينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة اثنين عدم ترك الأطفال ولو فترة قصيرة داخل المركبات المغلقة وعدم أيضا ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات لفترة طويلة ونرجو من الجميع عدم رمي أعقاب السقائر في المناطق العشبية الجافة وأيضا لباس ملابس قطنية فضفاضة وأيضا شرب كميات كافية من السوائل وخاصة الماء مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة شكرا للمتابعة إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة